أهلا ويا مرحبا فيكم جميعاً حييكم ونقول لكم اليوم عندنا قصة جميلة يا أبو فهد ويا أبو عبد العزيز نعم ويا أبو فيصل القصة تخص التعليم شلون وتخص الناس اللي فطنة ولماحة وذكية بعد بعد السلك التعليمي يحتضن كل هذه الفئات نعم وشي سوي يحتضن 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 لازم يحتضن نعم لأن هذا ولا اللي هم الناس الفنانة الناس اللي تتقن عملها في السلك التعليمي هذا واحد في التعليم لحول 32 سنة نعم 32 سنة تاريخ عمر عمر درس ابتدائي متوسط ثانوي ليلي ليلي مدير مدير وكيل ما لقوا مدرس رياضة خذ الكورة عطهم خل ما يلعبون نعم في السلك في السلك يعمل في السلك نعم جاه التقاعد تقاعد قال أنا لو أجلس أبامل أبتعب لازم أدور شيء أقتات منه نعم بعد لازم يقتات إذا ما قتتت وشون تعيش عندك مصاريف عندك التزامات عندك سيارة أقصاد لازم تقتات عندك مخالفات نعم عندك بلدية رايحة بلدية جاية عندك سائل يجب أنك تشوف لك مصدر رزق آخر المهم سمعه وقال بيجي وقت الشتاء والأمور الغانمة أبا فكر بمشروع افتح المحل الفشار الله في الشتاء فشار 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 في الشتاء هالريحة بعد نعم زيت رين الله أكبر ملح أسلم المهم حط فشار بالزبدة فشار بالسبايسي إلى آخرة ما نجح أفا يصلح فشار يوم صارت فيه مباراة ما حدن حضر كالفشار كله أوجع بطنة جيت مرة البلدية حطوا مخالفة أنها قديم ولا يلا مون البلدية فيه نغير نشاطة حط بليلة 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 بلوكي في الماء والخل خل لوكي نعم يحط خل يحط شطة مرة تصيب مرة تخيب مرة أبطت ما حطوه في الثلاجة أوجعت الناس بطونهم أفا سكوه وجلدوه لين عضلر طقوه على بطنة طقوه على وعشان هاي مرمات دهات البليلة يبيلها مدارات لازم تحافظ عليها وتغسلها وتنقعها أزل غرموه وصكوا محله قام يفكر قال أب أفتح محل بالونات بلونات ما فيها لاشرة ما فيها تاريخ صلاحية ما فيها أكل ما فيها صلاحية بلالين 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 انفخ البلالين يا نقاتي نعم بعد اتفاخ البلونات صارت عند الشركة ضخمة كبيرة عندها 22 بائع الله أكبر صار ياخذ من البلدية الاحتفالات اللي فيها ترفيه ويبيعها البلونات وليين صار عندها أكبر شركة منطاد الله 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 لا منطاد يعني وين وصلت انت وصلت القمة هذا أكبر بالون موجود في البلد تركب فيه نعم مو بتلعب فيه لا تركب فيه تركب فيه في المنطاد نعم المهم كبرت الشركة جدا جدا جاي يوم من الأيام وجاب كرسية وجاب شاهية قال لازم أقابل حلالي عينك على حلالك جواء نعم طلع بالونات لونها حمر حمر طارت شوي صفر عند احتفاليه يعني يعني فيما معناه انه قام ينوع من نوع اللي هو التسويق والجذب فصار يفتح لك هالبناء ويوالي شب ويتفخ ويكب بلونات بيضة برتقالية صفرة لاحظ انه بعد معلم فطين عنده فطنة من يوم يومه ايه ولاد وسامر وصغير وقاعد وحزين وكئيب افا مشكلة وحده صار كئيب وحزين اجتمعتها ثنتين مشكلة مشكلة هذه فتت ضيق الصدر كان يطالع 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 جاهد الوليد وقال له يا عم الان البلونات اللي لونها ابيض اصفر برتقالي احمر هي اللي تطير والبلونة اللي لونها رمادي لونها اسود ما تطير والله ذرب هالولد والله ذرب والله ذرب يعني شوف سلوب يا عم ما جاي قال انت وراك يعني كذا هجوم يا عم بيّن فيه الذرابة هو ذرب وذكي الولد بس سنة خاطرة من كسر الله الله اللي صار خاطرة من كسر صار حزين ما يترقع هذا حزين حزين المهم قال يا عم ليش البلونة هالرمادية والسودة والبنية هالغامقة ما تطير ليش ما تطير عسى ما شاء هذا نحاس هو معلم وعنده في الكادر في السلك التعليمي وعنده طال عمرك الفطنة وعنده من اللي هو التوجيه و هو معلم 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 هذا لازم يصير عندك كذا هو اوجعه اوجعه قلبه حس انه في شيء ان الولد ذا منكسر خاطرة في شيء و طبعا الولد و فيه سمار نشوي فقال له ليش قال اللي مثل لوني يعني ما يمكن يفرح و يطير قال الله و يجيب كل البالونات اللي عنده و يخليها يا بنية غامك يا رصاصي يا اسود بالعكس اجمل مع السماء السماوية والله الله و هالله بعد قبة سماوية و هالالوان السوداء والبنية شغل 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 رايحين الليل لازم يطير لازم يطير نعم و يوم بصطة الوليد و يستانس و يعني الدنيا مي بسايعته قال له هذا مربط الفرس نعم المعلم قال يا ولدي قدراتك و إبداعاتك ما لها دخل في لونك في لونك نعم أنت بما تحمله من قيم و ذكاء و قدرات هي اللي تخليك تطير في السماء عالي 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 نعم نعم أيوة إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى يعني قلوبكم نعم